اشتركوا في القناة وقال اليوم الخميس أن يكون رئيس الجمهورية برهم صالح قد رفض التوقيع على قانون تمويل العجز المالي أي الاقتراض الذي أقره مجلس النواب العراقي وقال مصدر بمكتب رئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يرفض المصادقة على قانون تمويل العجز المالي أو قوانين أخرى موضحا أن ما نشر غير ذلك غير صحيح وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي في وقت سابق اليوم الخميس أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين أو الاعتراض عليها أو إعادتها إلى مجلس النواب وأشار إلى أن مصادقته عليها هو إجراء بروتوكولي ليس إلا وأوضح الكعبي في بيان صدر عن مكتبه أن جميع القوانين المصوّة عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تاريخ تسليمها لرئيس الجمهورية ويأتي حديث الكعبي عقب إرسال البرلمان قانون الاقتراض إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه بعد أن أثار رفض الكردي بعد عدم تضمين فقرة رواتب موظفي الإقليم في بنود القانون متابعين الكرام إلى هنا ينتهي الفيديو لهذا اليوم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية تحياتنا لكم اشتركوا في القناة